نجم مصر ناجا حمادي يمكن اسم مش معروف على مستوى جمهورية مصر العربية باكملها ولكن اسم معروف داخل محافظة انا الراجل ده يا جماعة كان مدير فني لنادي في ناجا حمادي يسمى سكر ناجا حمادي الراجل ده عقلية رياضية حاجة كده تفكرك بالكابتن محمود الجهري ياريت سيبونا الصورة بتاعتك يا جماعة على الشاشة دي يمكن اقل حاجة ممكن نقدمها له يعني الراجل ده يمكن ليه اكتر من حلقة وانا نفسي اشكره يمكن والله حتى يمكن ليه اكتر من سنة ما قابلتهش ولا تكلمت معاه ولا اي حاجة فانا بتشرف بمعرفته الراجل ده هو اللي حبابنا في كورة القدم هو اللي حبابنا في المجال الرياضي يمكن انا كنت صغير عندي ست سبع تامن سنين زي كده وكنت بروح نادي السكر وبتفرج على مطشاتهم بسبب هذا الراجل كنت بشوف بلدة كاملة شركة السكر باكملها والقرأ المجاورة لشركة السكر كلها بتروح تتابع فريق سكر ناجة حمادي بسبب هذا الراجل الخلوق الراجل المحترم الكابتن طلعت الحين راجل على المستوى الفني او المستوى التدريبي راجل عشر على عشر راجل على المستوى الاخلاقي حدس ولا حرج راجل ما فيش حد يختلف عليه ولا على المستوى الفني ولا على المستوى الاخلاقي يمكن بقول لكم والله العظيم يمكن ليها فترة كبيرة ولا اتكلمت معاه ولا قابلته ولا اي حاجة بس ليه اكتر من حلقة نفسي اقدم له اي حاجة فقال ليه واجب ممكن اعمله مع الكابت انطلعت الحيني ان انا اشكره على الهوى دلوقتي يمكن الراجل ده بجانب مجاله التدريبي يعمل باحدى مصانع السكر وبالتحديد مصنع سكر ناجة حمادي موقف كده حصل يدل على ان هذا الراجل راجل محترم جدا 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 عندما وصل لسن المعاش وهو خارج من المصنع وهو خارج من المصنع سجد لله على الارض داخل هذا المصنع فواحد يقول له بتعمله قال له هذا المصنع لحمك تافي من خيره فراجل كده يعني راجل كده يخش قلبك من اوسع ابوابه زي ما بيقوله فكل التحية كل التأدير لهذا الرجل الخلوق المدير الفني السابق لنادي سكر ناجة حمادي الكابتن طلعت الحيني ربنا يبارك في عمره وفي صحته دي اقل حاجة كابتن طلعت بنقدمها لحضرتك طيب هبدأ حلقتي او هبدأ اسئلتي مع حسن سرور ومع عبدالله هشام ومع نادر سيد يمكن حسن سرور يا جماعة كان معانا في نادي نجم مصر من الموسم اللي فات اما عبدالله هشام ونادر سيد واحمد شعبان احمد شعبان ده اللي كان معانا الحلقة اللي فاتت لسه بدئين معانا هذا الموسم اول موسم ليهم معانا هذا الموسم يريد يا جماعة تعرضونا الارقام لان اي لاعب وده كل حلقة بقول الكلام ده يا جماعة اي لاعب ما خدش فرصته اي لاعب اتظلم اي لاعب ما نضمش لأي نادي بسبب انه ما معاهوش وسطة كلمونا يا جماعة على الارقام ديه كلمونا بعد البرنامج يمكن انا التلفون بالصبح بيرن انا مش هينفع ارد عليكم وانا على الهواء كلموني بعد البرنامج واي لاعب ما خدش فرصته ان شاء الله يقول لي نصيب معانا في نادي نجم مصر حسن انت كنت معانا من بداية الموسم اللي فات حسن انت موليد الفين طيب حسن انت اصلا من فين اليوب من اليوب طيب هنتكلم بصراحة مش عشان انا موجود معاك والله العزم قول والله العزم لا قول الحال طيب قولينا بصراحة كده وديك حلفت بالله ايه اللي حصل معاك مع نادي نجم مصر الموسم اللي فات وما تنساش انك انت حلف والله كنت انت صراحة كان فيه مصداقية يعني في الموضوع وكان فيه احترام للوعود وانا شفت يعني كل اللي تقلي لقيته يعني مثلا استلمت اللبس اللي انا اتقلي عليه وتلاقي لي كارنيه في تحت الكورة كارنيه بتاع اقتلاء اه اه والله اول واحد تلاقي لي كارنيه زياد ان كان فيه متوشف دوري وكان دوري كويس وعملنا متوشف كويسة كان فيه فرقة كويسة ويعني والله كان مكان كويس وانا يعني حبيت الموضوع جدا وزايد المصداقية اللي كانت موجودة وده اللي حبيبني بقى موجود معك في الموسم الجديد يعني انا 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 ا أبناء إنا لي برضه وصفت نادي أبناء نادي إنا ليه وانضميت لنادي نجمة مصر ليه برضه وهو الحقيقة نادي أبناء إنا بالصراحة قدتes معهم موسيم قويس وإنادي كويس ومحترم من القدارة الخبات المدير الفني فمحصلتش النصيرين بأن أكمل معهم لعبت الموسم كله لعبت الموسم كله وعملت معهم قدتت معهم موسيم قويس وعملت معهم مجدقة قويسة طيب برضه ما لم يشكر الناس لم يشكر الله أنا عايزك توجيه شكر للمدربين بتوعك اللي كانوا في نادي إنا أو نادي أبناء إنا أنا بصراحة بشكر الكابتن وسمى المصري والكابتن هاني ماليك طبعاً جميع الكاباتن برضه كابتن ياسر حلمي والكابتن هاني براهي براهيم هاني بلد كابتن مفضلة عليها طبعاً كتير قوي وتيعبوا معي في حياتي بل ذات برضه كابتن ياسر حلمي أكتر كابتن تعيذ معي كابتن ياسر دوت المدرب بتاعي من وانا عندي 8 سنين في اسكندرية لا في القاهرة في القاهرة عندنا في القاهرة طيب خليني يا عبدالله اروح لنادر نادر انت موليد كم انا 2002 او موليد 2002 اول موسم لك معنا مع نادي نجمه مصر طيب كنت بتلعب فين قبل كده انت في ابناء ايمان اه يعني انت وعبدالله واحمد شعلن ان كنتوا في نادي ابناء ايمان طيب مركزك ايه في الملعب انا هفرير هفرير طيب قولي من مسلك الاعلى في الحتة دي يعني كابتن في مصر عمتن اه اولد سلمان تمام تمام عالمستوى العالمي عالمستوى العالمي اه روبين تمام انت هلاوي ولا زي ملكاوي انا اهلاوي تمام عبدالله اهلاوي طبعا ده فخر حسن اهلاوي ده شرف دينا جه زي ملكاوي ولا زي ملكاوي الاهلاوي ايه يعني بتشجع بيراميدز ولا بتشجع الإسماعيلي ولا اه ما بحبش حد في الدور المصر ما بتشجعش اي فريق في الكرة ما بتتبعتش طب اصلا الدور المصر والله طيب حلينا ناخدك يا عم النادي نجم مصر افضل ما احنا نتحلم عن دور مصر طيب حسن ايه افضل الحاجات او الحاجات الكويسة اللي حصلت معها او ايه افضل المباريات اه افضل المباريات مع نادي نجم مصر وايه المباراة خاصة المباراة اللي ما تقدرش تنسها وليه مش قادر تنسها المباراة كنا في الدورة طبعا في اسوان، كانت المباراة بتاعتنا مع دراء. دراو او. عزيزنا في 2 واحدة. او على ارضه. كان ماشي كويس. والحمد لله كان فيه رجولة من لعبة في المتعب كلها. والبناح كان على القلب بعد ما كانش ينفع اللي احنا نطلع. صحيح. واحد يتعب واتاني ما يتعب. ده يعنى كتير فما تشيدا حسنا. يعنى كثير! بس يعني الحمد لله ما كانش فيها فيه من ربنا بس الحمد لله ربنا وفعنا. فاكر أحمد نمار بضيع 16 هدف الوحدة الحمد لله ربنا كرمنا برضو مضاعش تعبنا مين حسن من نجمه مصر مين من اللعبة اللي انت بترتاح بوجودهم معاك لما بتيجي تنزل كده وبتلاقي اللاعب ده موجود معاك وهيبدأ معاك في المطش وتبقى مرتاح نفسيا والله يا كابتن أنا معتابل لنفرقة كلها رجالة وعد المسؤولية بس يعني لو عايز لعب محدد مثلا عبد الرحمن خالد انت عارف انك عبد الرحمن عبد الرحمن المفروض يا جماعة يكون معانا النهاردة بس نظرا لظروف أو نظرا لوفاة أحد أقاربه فبنقوله البقاء لله يا عبد الرحمن يعني ده الشخص اللي بحبهاه في المرعة بتريحني وبريحه وورده وعلي وإسلام الناس دي كلها برضو يعني رجالة في المرعة بحب المسؤولية بصراحة كنا أسرة واحدة الحب ده كابتن يعني محمى بمنا هي دي كان سبب النجاح أو أسباب نجاح نادي نجم مصر في المسؤولي طيب حسن هروح لعبد الله عبد الله بصراحة إيه طموحك مع نادي نجم مصر إيه اللي أنت بتتمنى أو إيه اللي أنت في دماغك في نادي نجم مصر عايز تعمله أنا بصراحة أتمنى أن أقدمه سبب مع نادي نجم مصر كويس وطبعا أنتقل من نادي نجم مصر النادي أعلى في الدور الممتاز طيب بتتمنى بصراحة كده تروح نادي إيه مثلا ممكن أتمنى مثلا حاجة زي الأهلي حاجة زي الزمالك عندك كبيرة طيب حق مشروع أو طموح مشروع طيب نادر طموحك إيه مع نادي نجم مصر وإيه أهم حاجة أو إيه الحاجة اللي موجودة أيضا زي ما بقول لعبد الله إيه الحاجة اللي موجودة في دماغك وإيه النادي اللي أنت بتتمنى أن نجم مصر يكون محطة أنك إنت هنتنتقل لهذا النادي من خلاله يعني يعني كابتن طموح إن شاء الله اللي يكون يعني نادي نجم مصر يكون طريق ليه أو بداية طريق يعني اللي أنا أوصل لنادي كويس ونادي ليه اسمه كده مش شرط في مصر عمتا حتى لأبرة مصر بس يبقى نادي محترم وليه اسمه برده إن شاء الله طيب حرجع لحسن حسن بصراحة من أكتر الناس اللي بتسندك من أكتر حد بيشجعك من أكتر حد بيقول لك كمل أنت مستواك كويس جدا أنت هتوصل أنت هتكون في الزمالك في الأهلي سريعا بس والله أنا عندي عمي هو الأحمد سرور يعني هو اللي بيشجعني دايما وهو اللي برده يعني ربنا خلهم يا رب دول دايما فضاري ومعي على طول يعني بيدفعوني لقدامه وبيخلنيش يعني لأ إيه أرجع خطوة الوراء لا دول دايما فضاري ومعي يعني ربنا خلهم يا رب شكرهم طيب على الهو والله أنا بشكرهم ودايما فضاري كده إن شاء الله تكون عند حسن زمنهم إن شاء الله يعني أقدر أحقق لهم حاجة هم يعني ربنا خلهم لي بجلبة طيب عبدالله رسالتك توجه مين من الناس اللي ليها فضلة عليك من بعض ربنا ومين الناس اللي بتدعمك وتحب تقول لهم إيه من خلال قناة الصحة والجمال وبرنامج نجم مصر أكيد طبعا بوجه برضو الوالدي طبعا المهندس الشام والدتي طبعا وأصدقائي طبعا كتير من أصدقائي طبعا يعني بيكلموني مثلا بكمل دا حلمك وشايفيني أن دا حكا كويسة لها وبشكرهم طبعا وهمة اللي يوم فضلة عليها كبير قوي وبشكر كل اللي يوم فضلة عليها وتتكلم معها في طريق الكورة طيب نادر مين الناس اللي هي فضلة عليك من بعض ربنا طبعا وتحب تقول لهم من خلال إيه من خلال برنامج نجم مصر وقناة الصحة والجمال طبعا كابتن والدي والدتي وعائلت كلهم برضو اليوم فضلة عليها اللي يوم بيحفزوني دايما بيحفزوني دايما كابتن واللي إنت هتوصل إن شاء الله طيب نادر عبدالله حسن يمكن أنا طلعتوكم الدقايق المعدودة دية عايزكم إن شاء الله تكونوا ضيوفي وتشرفوني مرة تانية وتكونوا انتقلتوا لنادي أو لأحد أندية الدوري الممتاز من خلال نادي نجم مصر إن شاء الله حسن شرفتيني ونورتيني عبدالله شرفتيني ونورتين نادر شرفتيني ونورتين طيب في نهاية حلقتنا طبعا حابب أشكر رجال الشرطة المحترمين بمركز ديشنا يمكن هذا الرجل ليه موقف مع أكتر من حد داخل مركز ديشنا باسل ملازم أول باسل بي علاء عايز أشكر طبعا رجال القوات المسلحة وعلى رأسهم مصطفى أو سيادة اللوة مصطفى بي خلف بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا انتظرونا الإسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج نجم مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة